البعض ينظر إليهم وكأنهم منقصون وأحيانا يشفق عليهم ولكن في الحقيقة أغلبهم يكون لديهم همة ونشاط وإصرار على النجاح وتحقيق ذاتهم وكلهم أمل وإقبال على الحياة هم ذو الهمم من الأطفال فكانوا في السنوات الماضية من الفئات الأقل حظا من اهتمام الدولة ويصلوا الأمر في بعض الأحيان إلى حد الإهمال وكان لدى المجتمع نظرة فئوية ضدهم إلا أن رؤية القيادة المصرية الحالية وضعتهم على قمة أولوياتها في خطة التنمية والتطوير وغيرت من نظرة المجتمع إليهم وأصبحوا جزءا متجانسا من نسيجه فقد أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي صندوقا استثماريا خيريا باسم صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة برأس مال مليار جنيه وهو مفتوح للاكتتاب الشعبي في وثائقه ليساهم الجميع فيه وفي عام الفين وثمانية عشر تم إصدار القانون رقم عشر لسنة الفين وثمانية عشر والذي يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم بالقانون حيث منح تلك الشريحة العريضة امتيازات وحقوقا في التعليم والصحة كما قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء ثلاثين فصلا جديدا بمدارس ذوي الهمم وتجديد 22 فصلا قديما وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات بقبول طلاب من ذوي الهمم السمعية في الجامعة المصرية مواكبة لما نص عليه الهدف الرابع من أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة وبشكل خاص يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما خاصا بذوي الهمم من الأطفال حيث احتفى بهم خلال احتفالية قادرون باختلاف التي أقيمت خلال ديسمبر من العام الماضي والتي جاءت كلماته تعبيرا واضحا عن اهتمامه البالغ بهم أبنائه وبناته من دول احتياجات خاصة ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم لهو المجتمع الأقرب لتحقيق أماله